اشتركوا في القناة الصلاة ومكانتها وأهميتها ثم أخذنا صفة الصلاة بالدرس الماضي أخذنا صفة الرقع الرابعة والتشهد الأخير قبل أن نبدأ في درس مرطلات الصلاة نريد أن نتذكر وترددون خلفي التشهد الأخير في الصلاة معي نبدأ ونقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا التشهد الأخير نذكره في آخر الصلاة نذكره في آخر الصلاة اليوم درسنا عن مبتلات الصلاة ما معنى مبتلات الصلاة؟ يعني الأمور أو الأشياء التي إذا فعلتها في الصلاة التي إذا فعلتها في الصلاة تبطلها تفسدها نعيد الصلاة ما هي؟ نبدأ الآن بأول مبتلات الصلاة وهو انتقاض الوضوء بخروج الريح أو البول أو الغائط إما بالبول أو الغائط أو الريح هنا ينتقض الوضوء نعيد الوضوء من جديد ثم نعيد الصلاة هذا انتقاض الوضوء عندنا الآن نشاط يقول توضأ زميلك خالد ثم دخل الحمام ثم دخل الحمام ليقضي حاجته فما التصرف الصحيح ليقضي حاجته يعني بول أو غائط أو ريح الآن خالد زميلك خالد توضأ بعد أن توضأ دخل الحمام ليقضي الحاجة هل يذهب يصلي ولا يعيد الوضوء أم يعيد الوضوء لأنه انتقض وضوءه أحسن تبارك الله فيك يعيد الوضوء يصلي ولا يعيد توضأ زميلك خالد ثم دخل الحمام ليقضي حاجته فما التصرف الصحيح هل يصلي ولا يعيد الوضوء أم يعيد الوضوء لأنه انتقض وضوءه يعيد الوضوء أحسن تبارك الله فيك يعيد الوضوء لأنه انتقض وضوءه إذن عندنا أول ناقض من نواقض أول مبتل من مبتلات الصلاة ألا وهو انتقاض الوضوء بالبول أو الريح أو الغائض نأتي إلى الناقض الثاني من نواقض الوضوء ألا وهو الأكل والشرب في الصلاة هل يجوز وأنت تصلي هل يصح تأكل أو تشرب ماء أثناء الصلاة إذا شربت أو أكلت إذا شربت أو أكلت أثناء الصلاة هذا مبتل من مبتلات الصلاة هذا مبتل من مبتلات الصلاة عندنا نشاط الآن عندنا النشاط الثاني وهو أرتب الكلمات الآتية أرتب الكلمات الآتية لأحصل على جملة مفيدة وكما أخبرتكم من قبل إذا أردنا أن نرتب ينبغي أولا أن أقرأ الكلمات كلمة كلمة أقرأ الكلمات سريعا ثم أنظر وأخمن ما الكلمة التي ضحها الأول الثانية الثالثة الرابعة فالآن نقول هنا و والشر والشرب والشرب الصلاة الصلاة الأكل في يبطلها أقرأ قراءة مرة ثانية سريعة والشرب الصلاة الصلاة الأكل في يبطلها عندما أريد الرتبة هل أنزل الكلمات كل كلمة أكتبها تحتها أحسن تبارك الله فيك هذا تمرين وهذا تدريب على ترتيب الكلمات الكلمات الآن غير مرتبة ما يصلح أن يكتب كل كلمة تحت لأن التمرين هذا ليس إملاء منظور هنا والشرب 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 الصلاة الأكل في يبطلها هل أضع مثلا في في الأول نجرب في يبطلها في هل الجملة هذه مفيدة بدايتها أحسن تبارك الله فيك ما الكلمات التي هنا نحس أنها تأتي مع بعض والشرب الصلاة الأكل في يبطلها نلاحظ أن الأكل والشرب الأكل والشرب تأتي مع بعض فنقول إذن الأكل في الأول والشرب بعدها في تأتي الصلاة يبطلها الشرب والأكل في الصلاة يبطلها نحاول أن نكتبها الأكل والشرب في الصلاة يبطلها بعد ذلك ننتقل إلى ننتقل إلى المبطل الثالث من مبطلات الصلاة وهو الكلام وهو الكلام أنت الآن تصلي هل يصح أن تتكلم في أدنى الصلاة بغير الأذكار التي وردت في الصلاة ما يصح ذلك أي كلام يتتكلمه خارج الأذكار المذكورة في الصلاة هذا يبطلها إذن الأكل والشرب والكلام وانتقاض الوضوء هذا يبطل الصلاة نأتي إلى هذا التمرين وهذا النشاط نأتي إلى هذا التمرين ويقول ألون عندي الآن هنا ثلاث دوائر ثلاث دوائر يقول ألون الدائرة التي تحتوي على مبطل من مبطلات الصلاة هل هو الركوع هل هو الركوع هل الركوع إذا ركعت في الصلاة هل هذا يبطل الصلاة ممتاز بارك الله فيك هل الكلام يبطل الصلاة ممتاز بارك الله فيك يا بطل السجود هل السجود إذا سجدت في الصلاة هل يبطل الصلاة أحسنتم بارك الله فيكم إذن هل ألون الركوع أم الكلام أم السجود نلون الكلام التلوين يكون على دائرة الكلام الكلام بعد ذلك نأتي إلى هذا النشاط الضحك المبطل الرابع وهو الضحك الضحك أنت الآن تصلي وتقف أمام الله تقف أمام الله لا تتكلم لا تتحدث لا تأكل لا تشرب تأتي طاهرا هل تضحك في الصلاة أنت الآن تصلي تنادي الله تنادي الله وتتحدث إلى الله تضحك هذا مبطل من مبطلات الصلاة الضحك أثناء الصلاة يبطلها هنا بالتعاون مع مجموعة أوجه نصيحة لمن يضحك في الصلاة ماذا نقول له ماذا نقول ممتاز يا بطل نأخذ رأيك يقول زميركم أنصح من يضحك في الصلاة في الصلاة أن يجتنب هذا الأمر أي أمر الضحك لأن لأن الضحك يبطل الصلاة لأن الضحك يبطل الصلاة أيضا عندنا عندنا من مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة الحركة الكثيرة أتجنب كثرة الحركة في الصلاة لأنها تبطل الصلاة أنت الآن في الصلاة إذا الحركة حركة حركتين لا تؤثر ولا تعتبر كثيرة لا تبطل الصلاة ولكن عندما تتحرك كذا كذا تتحرك بكثرة هنا تبطل الصلاة ويجب إعادتها ويجب إعادتها ونحرص على الاستعداد للصلاة مبكرا ونبتعد عما يبطلها من ضحك الآن في الفصل في الفصل إذا كنت جالس أمام المدرس والأستاذ يشرح لا تضحك لا تتكلم مع زميلك لا تأكل لا تشرب هذا في الفصل فما بالك فما بالك وأنت أمام الله تصلي تضحك ما ينبغي ذلك تأكل لا يصح تشرب لا يصح نأتي طاهرين نصلي وعلينا الخشوع والسكينة إذن عندنا أخذنا في كتاب الفقه نعيد أخذنا الطهارة يجب أن نكون طاهرين المسلم دائما طاهر وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الوضوء قبل الصلاة وعرفنا الوضوء أذكر الله أسمي الله أسمي الله ثم أبدأ في الوضوء أغسل كفية ثم أتمضمض كيف تتمضمض تحرك الماء داخل فمك ثم تستنشق ثم وتستنثر ثم تغسل وجهك للصلاة من منابت شعر الرأس من فوق إلى الدقن ومن هنا إلى هنا بعد أن تغسل وجهك ثلاث مرات تغسل يديك تغسل يديك من أطراف الأصابع إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد ذلك تمسح رأسك مع أذنيك ثم تغسل رجلك تغسل رجليك إلى الكعبين ثم تتجهي للصلاة تستقبل القبلة تذهب إلى المسجد أو تستقبل القبلة في أي مكان وتبدأ في الصلاة كما سرحنا ذلك في الحصاص الماضية نعود مرة أخرى تذكرونني هل تذكرونني بما بما تبطل الصلاة ما هي مبطلات الصلاة أحسن تبارك الله فيك نقول أولا انتقاض الوضوء بالبول أو امتاز أو الريح أو الغائط أحسن تبارك الله فيك إذن البول أو الغائط أو الريح دخلنا الحمام لنقضي الحاجة هل نخرج ونتوضأ أم نفعل أمرين أو أمر الاستنجاء أو الاستجمار إذا كنا في البيت موجود الماء نستنجي نغسل الخارج نغسل مكان الذي يخرج منه البول أو المكان الذي يخرج منه الغائط نغسله بالماء هذا يسمى ماذا استنجاء بارك الله فيك ما يوجد ماء نستخدم الورق أو المناديل أو الأحجار وهذا يسمى استجمار ممتازين ممتازون بارك الله فيكم بعد ذلك نتوضى والوضوء مثل ما ذكرنا قبل قليل إذن الوضوء قبل الصلاة نستقبل القبلة ثم نبدأ في الصلاة نتذكر في الحصص الماضية قلنا دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام نذكر دعاء الاستفتاح وبعده قراءة سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد ذلك الركوع ونقول في الركوع سبحان ربي العظيم إذا رفعنا نقول سمع الله لمن حمد ممتاز بارك الله فيك ربنا ولك الحمد أردنا أن نسجد الله أكبر ونقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى نرفع من السجود ونجلس ونقول في الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم نسجد مرة أخرى ونقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى هذه الأذكار نقولها في الصلاة في الركوع في السجود في أول الصلاة عندنا أيضا التشهد مثل ما ذكرنا في أول الدرس التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الأول عندما نكمله للتشهد الثاني نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد ذلك نسلم عن اليمين ونسلم عن اليسار قائلين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هنا انتهينا من الصلاة وعرفنا مبتلات الصلاة عندي هنا وعرفنا مبتلات الصلاة انتقاض الوضوء بماذا؟ انتقاض الوضوء إما بالبول أو بالغائط أو خروج الريح عندنا أيضا الأكل عندنا أيضا الشرب عندنا أيضا الضحك وعندنا أيضا كثرة الحركة هذه هي نواقض هذه هي مبتلات الصلاة أي فعل من هذه الأفعال ليس جميعها أي فعل منها يبتل الصلاة لازم ويجب وينبغي أن أعيد الصلاة من أولها عندنا هنا عندنا هنا التقويم التقويم ماذا يقول في التقويم؟ أصل كل عبارة في ألف هذه مجموعة ألف هذه مجموعة ألف بما يناسبها من ب وهذه مجموعة ب عندي هنا صور عندي هنا صور وأذكار نقولها وهنا عندي أقوال الأقوال التي هنا نصلها هنا بأي صورة؟ مثلا المصلي هنا ماذا يفعل؟ المصلي هنا أحسنت ساجدا أقول في السجودي ماذا أقول في السجودي؟ وهنا المصلي يركع أو راكعا المصلي راكعا أقول في الركوع ماذا أقول في الركوع؟ هنا جالس بين السجتين أقول بين السجتين ماذا أقول؟ هنا أقول في الرفع من الركوع هو الآن قام من الركوع أو اعتدل من الركوع وهنا لدي أذكار نقرأ الأذكار سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هنا سبحان ربي الأعلى هنا سمع الله لمن حمده هنا الله أكبر هنا ربي اغفر لي هنا عندي واحد اثنين ثلاثة اربع اربع صور وهنا خمس عبارات واحدة زائدة ليست هنا سبحان ربي العظيم أصلها بأي صورة سبحان ربي العظيم أين أذكر هذا الدعاء سبحان ربي العظيم ممتاز بارك الله فيك يا بطل ما شاء الله سبحان ربي العظيم أقولها في الركوع أقولها في الركوع من يقرأ ممتاز بارك الله فيك نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أين أقول هذا الذكر سبحان ربي العظيم في أول الصلاة ممتاز يا بطل نقوله في السجود نقوله في السجود سبحان ربي العظيم نقوله في السجود سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده أين موقعها أو موضعها في الصلاة نقولها بين السجدتين سمع الله لمن حمده أم نقولها عند الرفع من الركوع ممتاز يا بطل ممتاز جدا نقولها عند الرفع من الركوع نقولها عند الرفع من الركوع الله أكبر الله أكبر تبقى لدينا الله أكبر ورب اغفر لي ما الصورة التي لم يصلها هنا الآن هذا المصلي يجلس بين السجدتين أقول في السجود بين السجدتين ماذا ربي اغفر لي أم الله أكبر نقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي إذن أقول في السجود سبحان ربي الأعلى أقول في الركوع سبحان ربي العظيم أقول بين السجدتين ربي اغفر لي أقول في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده إلى هنا إلى هنا أحبابي وصلنا إلى نهاية الدرس أو نهاية الدروس وآخر درس في كتاب الفقه الفصل الثاني أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من ذلك وأتمنى كذلك تدريب الطالب على الوضوء والصلاة ومراجعة الأذكار لهم من أجل أن يحفظوها أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر